اشتركوا في القناة موضوع أزمة الطاقة الذي يصيب المنطقة الأوروبية هو يعني عامل يؤثر بشكل كبير جدا على النمو الاقتصادي داخل المنطقة وبنفس الوقت في عنا نحن يعني إذا نظرنا إلى اعتماد الغاز على أكبر اقتصاد في بريطانيا اقتصاد بريطاني عفونا في أوروبا وهو الاقتصاد الألماني على سبيل المثال نجد بأنه استطاع ملء خزاناته بأكثر من 95% قبل موسم الشتاء هذا يعني أنه في عنا طلب مستقبلي يعني إجباري على المنطقة الأوروبية وحالة التقشف هي ضرورية لأنه نحن في عنا أسعار مرتفعة يوجد التوترات والأزمة الجيوسياسية وفي نفس الوقت لدينا تضخم مرتفع بشكل حاد داخل المنطقة الأوروبية أعتقد سيولد هذه الأزمة ستولد أزمة ديون جديدة تعصف بالمنطقة الأوروبية وممكن أن نسمع صداها للسنوات القادمة السنتين القادمات سوف يكون هناك الحديث عن عديد من الدول الأوروبية التي ستتعثر عن السداد بنتيجة ضغط التضخم المرتفع والرقود الاقتصاد ننتج عن أرتفع أسعار نبقى في ملف الطاقة سيد رائد أيضا على مستوى أسعار النفط هناك ملفات متشابكة إن صح التعبير هناك ملف أوبيك بلس وتخفيض من مليون برميل ولكن هناك أيضا مخاوف من تباطئ الاقتصاد العالمي وسياسة صفر كوفيد بالصين برأيك بين هذا وذاك ما هو مسار أسعار النفط السنارة هو بوط حاد أما أن أوبيك بلس كفيلة بحداث توازن أعتقد آفاق الركود الاقتصادي هي التي تسيطر على الأسواق حاليا وتسيطر على النفط على وجه التحديد يعني آفاق النمو المستقبلي ضعيفة جدا ومحدودة والركود الاقتصادي مهدد لأكثر الاقتصادات عالميا بالتالي الطلب بحد ذاته متراجع وغير موجود بمستوياته في الفترة الحالية وممكن أن يصبح أقل حتى في الفترة القادمة من هنا ينشأ ضرورة أن يكون فيه عنا يعني توقع لهذا الأمر وبالتالي أوبيك بلس تسعى إلى تقليص وتخفيض الانتاج لمواكبة هذا التراجع المحتوم بالتالي ما هو النقطاق السعري حسب توقعاتك؟ ممكن أن نشوف أسعار النفط تستقر نسبيا فوق الـ 85 دولار للبرميل ولكن أعتقد صعب جدا أن يكون فيه عنا مستويات تفوق الميت دولار كما توقع بعض الدول نعم أنتقل لأشياء الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأمريكية هل سيخلق أزمة اقتصادية جديدة خاصة على مستوى الدول الناشئة التي يسود فيها القلق من تخلف عن السداد الديون عفوا تماما هي هي المشكلة الأساسية لدينا بيانات جيدة جدا تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على الفدرالي أن يقوم بتشديد السياسة النقدية وهو يستهدف تشديد السياسة النقدية كما حدث في سرالك فنحن نشوف بعض الدول تتأذى أولا من استنزاف الرساميل والبحث عن عوائد مجزية وأكثر أمان مثل لدينا أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت مشكلة السداد الديون وارتفاع القطع الأجنبي وبالتالي ضعف المقدرة على الاستيراد والدخول في ركود أكثر دواما بلا شك سوف نسمع الكثير من بعض الدول المضعضعة أساسا من ناحية القطع الأجنبي ستظهر علامات سلبية أكثر عليها في الأولى القادمة خصوصا إذا تجاوزت أسعار الفائدة الأربع ونصب المئة مع الربع الأول من العام القادم سوف نسمع بلا شك أصوات هذه الدول نعم نعم فيما تعلق أيضا بأسعار الفائدة صدر التصريحات حول التوجه نحو أسعار الفائدة حتى وإن كان الثمن الركود بالتالي ما هو السيناريو المتوقع رفع سعر الفائدة وركود اقتصادي ما هو المتوقع على المستوى الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأمريكي حتى الآن بيانات التي صدرت لا تظهر أنه عندي أنا ركود فعلي موجود على الأسواق إذا نظرنا إلى بيانات سوق العمل فهي ممتازة ومستويات البطالة في أدنى مستوياتها إذا نظرنا إلى جانب آخر مبيعات التجزية رأيناها أيضا جيدة وليست بالسوء الذي يذكر بالتالي في عندي أنا لا يزال هناك مشوار طويل حتى يتأثر الاقتصاد الأمريكي وتظهر عليه علامات الركود العلامة السلبية الوحيدة الموجودة حاليا هي تضخم مرتفع فوق مسويات 8.3% بآخر قراءة وهذا يظهر أنه هناك مزيد من الرفعات مزيد من الرفعات أسعار الفائدة سوف تخنق النمو الاقتصادي بلا شك ومن ثم تبدأ تظهر العلامات السلبية أي ركود اقتصادي أعتقد في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يكون بالربع الرابع من العام القادم حتى الآن لا نراه نعم إذن السيد رائد الخضر رئيس خاصة الأبحاث في مجوعة كوتي كنت معنا شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة